قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين حياكم والله في برنامج خير قدوة هذا البرنامج اللي يأتيكم يوميا طوال شهر رمضان المبارك بمثل هذا التوقيت على قناة سمدبي حياكم والله جميعا ومازلنا معاكم في هذه الحلقات متواصلين في جوانبنا الاجتماعية الأسرية دائما نركز على هذا الجانب الفكرة أن نحن نشير لمسألة القدوة من خلال عدة حلقات نتكلم فيها عن واقعنا عن حياتنا اليومية بشكل عام سواء في بيوتنا علاقتنا كزوجين علاقتنا مع عياننا أو حتى في علاقتنا نحن في المجتمع الواحد لتأكيد المبادئ السامية الأساسية اللي فيها من تسامح واللي فيها من علاقات تعارف وفيها من الكلمة الوحدة التوحد توحد البيت أيضا بالإضافة إلى حتى طريقتنا نحن اليوم في وظائفنا في أعمالنا وحتى في علاقتنا كزوجين في كل حلقة نستقبل أسلتكم اللي تصل إلينا عبر رقم الواتساب والرقم بيظهر لكم على الشاشة طوال الحلقة موضوعنا اليوم الاستفادة من القصص نحن في أول حلقة ذكرنا أهمية القدوة بالنسبة للإنسان جميل أن الإنسان يقتدي بشخص ناجح ولا حتى باستفادة من تجارب الآخرين أيضا تكلمنا المشكلة اللي صايرة الآن خلنا نقول من جانب اجتماعي والأسئلة فيها كثيرة أنه أنا أنتوا تدعون الآن أن الولد لازم يقتدي بوالده ويقتدي بوالدته طيب هل هذا الأمر فطري ولا في تحديات صايرة الآن في المجتمع هذه التحديات أدت أن العيال ما يتأثرون بوالدينهم ما هي العوامل التي أدت إلى هذا هذا تكلمنا عنها أيضا في الحلقة الماضية اليوم نبقى نتكلم عن الاستفادة من القصص ليش يا أحمد تتكلم عن الاستفادة من القصص أقول لك وهذا ذكرته وبعد أأكد عليه لا يمكن لإنسان أن يكون حكيما أو أن يكون خبيرا دون تجارب الحياة ودون مو بس تجارب دون الاستفادة من تجارب الحياة التجارب الحياة هذه إما تكون عملية تصيبك أنت وإما عبارة عن قصص تتعلمها من تجارب الآخرين وما في حد فينا اليوم في الدنيا هذه إلا وعند تجربة إلا وعند قصة لكن السؤال هل استفدنا منها ولا ما استفدنا منها هذا واحد الشي الثاني هل القصة هذه نقدر نعممها على الجميع ولا ما تعمم على الجميع لأن فيه كثير من الناس ما شاء الله يسمع قصص لكنه يغلط لما يعممها تحصل مثلا واحد الآن يقول لك والله أنا خلص ما بأس سافر الدولة الفلانية هذه ليش والله ربيعي نصرق صرقوا مثلا ربيعي هل نقدر نعمم أن الدولة هذه فاشلة ولا الدولة هذه بلا أمن ولا ولا ما نقدر نعمم ليش ما نقدر نعمم لأن فيه جمع من الناس كثير من الناس سافروا لهذه الدولة ما نصرقوا أيوة إذن شو شو اللي مفروض أسوي أتعلمه أقول أتعلم من تجربة هذه القصة لكنني أنا ما أعممها نفس الطريقة في الزواج في الطلاق في المشاكل في الوظائف في علاقاتنا مع الأصدقاء فيه وانت رايح هذه قصص لا تعمم على جميع البشر ماتيني وحدة اليوم تقول والله ربيعتي زوجها ظلمها كل الرجال ظلمة ما تقدر تقول كلام مثل هذا ما يقدر واحد يقول والله كل الحريم عشان قصة واحد ولا اثنين ولا ثلاث مرة إحدى الطرايف يعني كان يكلمني واحد من الشباب فيقول الحريم فيها والحريم والحريم هم أساس البلاء وهم 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 مثل هالكلام قلت لي يا خي لا تعمم قال لي بلاء كيف ما أعمم أنا كل ربعي بالطريقة هاي قلت لي كيف يعني كل ربعك قال أنا عندي قروب يقول أنا مطلق عندي مشاكل مع المرأة اللي طلقتها في المحاكم ويقول يوم أسير المحاكم أتعرف على الشباب اللي موجودين فسوينا قروب يقول على الواتساب طيب كم عددكم يقول عددنا 16 واحد طيب و16 شوف يوم كل واحد فيهم يقول تجربته وكلهم سبحان الله يقول لي كلهم نفس المشكلة تقريبا أنه عندهم حريم ضروهم وكذا فقلت لي طيب السؤال أنا اليوم عن تجربة عن واقع المحاكم ما في حد بيقول لك أنا غلطان شو يضمنك أنت أنت تسمع من طرف واحد شو يضمنك أنهم صح عشان هم قالوا لك كثير من الناس تأتي إليك تقول لك أنا مظلوم وأنا مظلوم وأنا مظلوم لما تبحث عن الحقيقة تشوف وين مظلوم هذا أنا مرة من المرات وهذا كثير يأتيك زوج مثلا يقول لك شوف شوف إيدي يأشر لك شوف إيدي هاي الزوجة ضربتني وتسبني وتغلط علي ما أدري شو هيك يصور لك إياها أنها مجرمة أنها شيطان رجيم ليش اليوم في الدين أنت تسمع من طرفين ما يجوز تحكم على إنسان بمجرد طرف واحد إن جاءكم فاسقهم بنبأ شو فتبينوا صح طيب لما تأتي تسمع الحرمة المرأة يعني تطلع لك بلاوي أنت بس تبقى مظلوم تقول ياه كيف يفلم صح فإذن أنا ما أقدر أسمع من طرف واحد أو نفس الطريقة أحيانا بعض النساء نفس الشي تأتيك تصور لك أن زوجها شيطان رجيم وفيه وفيه لما تأتي تتحقق وتشوف الأدلة وتشوف كذا تشوف أنه هي الغلط وهي اللي غلطانا من من أي تزد مثل ما يقولون صح فإذن فقلت له قلت له ما تقدر أتعمم طيب أنت عندك 16 نفر لكن في المقابل كم إنسان متزوج وحياتهم في عمره ما وصل المحاكم كم مليون مليونين ثلاث عشرين مليون قل ما شئت إذن طالما أنه في عندي عدد كبير ما وصل للمحاكم إذن ما نقدر نقول كل الحريم لأنه لو قلت كل الحريم إذن مفروض الكل يوصل للمحاكم كل الرجال لو قلنا كل الرجال مفروض أبوك واحد منهم أخوك واحد منهم ولدك واحد منهم صح إذن قلنا كل الرجال إذن مفروض أنه ولا وحدة اليوم تتعامل مع أبوها مفروض ولا وحدة تتعامل مع أخوها مفروض ولا واحدة تتعامل مع ولدها لو كان عندها ولد كبير إذن المنطق يقول بأن التعميم لغة الجاهل والتعميم ما يجوز للواحد يتمسك فيه أنا اليوم في حلقتي هذه أبغي أبين للناس عشان نستفيد من نقطة مهمة جدا اللي نحن أنا أشوفها أن خاصة في مجال الأسرة هي مشكلة لازم تنحل مشكلة أني أنا كشخص وأنا متأكد في حلقة اليوم بتوصني أسئلة من هذا النوع أخي أحمد أنا طلقت خايف أني أتزوج مرة ثانية أخي أحمد تقدم لي واحد مطلق أنا خايفة أخي أحمد أنا ما أبغي أتزوج لأنه من كثر المشاكل اللي نسمعها أخي ما دلو شو أنا مبقادر أني أنا أتخذ قرار معين من كثر المشاكل اللي نسمعها أنا مبقادر أثق في زوجتي واحد منهم يقول تقول ليش يقول لك من كثر ما أسمع عن سوالة في الخيانات من كثر ما أسمع أنا مبقادر أثق في هاي الزوجة فعلى طول فجأة يشك فيها ويضاربها ويحط لك أجهزة وكذا طيب ليش؟ شو السبب؟ لأني أنا مبقادر يقول أسيطر على القصص اللي أنا أسمعها من أجل هذا أنا تعمت أني أسوي حلقة بعنوان الاستفادة من القصص واحد لازم اليوم نتعلم من القصص اللي نسمعها وفيه فرق بين أتعلم وفيه فرق بين أتأثر منها بطريقة سلبية فرق كبير القصص تجربة والإنسان يستفيد من تجارب الحياة الله سبحانه وتعالى قال في كتابه فاقصص القصص لعلهم يتفكوا يعني القصص ليش نقصصها؟ ولماذا الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر القصص في القرآن؟ عشان التفكر يعني أنا بتعلم منها أنا باستفيد منها مثلا لما يأتيك واحد يقول لك يقول لك فلان مثلا أنت اسمك محمد أحي محمد تعال أمشوا يا أنا وهذه الشلة يكون عندها مخدرات مثلا أمشوا يا أنا يا راي شو المشكلة يوم واحد بس يوم واحد جرب يوم واحد أمشوا يا أنا يوم واحد بتحصل بيزات أنت كم راتبك؟ راتبك كم عشرين؟ أنت تدري بهاي الحبة هاي لو أنت بعت كم بتحصل؟ أمية ألف خمسين ألف ثلاثين ألف إذن أكثر عن راتبك يوم واحد بعدين بتتوب يا فلانة ليش أنت ما تمشين بالغلط؟ أنت ليش يقصى لأ عمروش ما دري شو ومخلية عمروش وأن عاد ملتزمة ومطوعة مثل ما يقولون ولا واستغفر الله ليش شو مسبب عمروش؟ تعالي عيشي حياتنا يوم واحد بس جار بينا بنسير نسهر برا وبنسير بنحاوط وبنسير المكان الفلان اللي مبزين وما دري شو ما حد بيعرف يوم واحد بس وخلاص تعالي يا فلان يوم واحد بعدين توب يا أخي باب التوبة مفتوح بس يوم واحد سو طيب لما يأتيك واحد مثل هذا تقول القاعدة الآن تقول لك كل الناس اللي تغلط وغلطت والآن موجودة في السجون كلها فكرت بهذا المبدأ أو بهذه الطريقة اللي الآن تتسمعها مني أنا والقصص في هذا كثيرة أخوة يوسف لما حدثتهم أنفسهم أنهم يقتلون يوسف شو شو كانت فكرتهم كيف تقبلوا الفكرة وتكونوا خلاص بعد ذلك بعد ذلك بتكونون قوما صالحين يلا مش الحال اقتلوا يوسف أو يطرحوه أرضا يخلوا لكم وجهوا أبيكم خلنا نقتل يوسف خلنا نبعده عن الأب لأن أبونا نحن نحس أن أبونا يفرق بيننا وبين يوسف كيف الطريقة كيف الطريقة بدأوا يتفكرون واحد منهم يقولوا اقتلوا واحد منهم يقولوا لا تقتلوا يوسف لا تقتلونه لكن شو تفعلون فيه ألقوا في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنتم فاعلين لماذا تقتلونه لا تقتلونه فروا في البئر وهذا البئر لحالتين يا أنه يروح فيها أو أنه في الأغلب بيلتقطه بعض السيارة الناس اللي تأتي ترد من هذا البئر أو من هذه البئر وتروح وبعد ذلك بيكون خادم عندهم وذلك الله قال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين إذن فكرة هنا فكرة قتل وفكرة هنا فكرة ألقوه في غيابة الجب لكن كلهم اتفقوا وتكونوا من بعده قوما صالحين يعني شو؟ يعني سووها مرة واحدة بس ما تفتكون شفتوا هاي الأحزان كلها اللي أنتوا واقعين فيها مرة واحدة يا ريال ما فيها شيء يسوي شيء غلط وبعدين بتكون قوما صالحين ما عنا الصلاح بيد الله سبحانه وتعالى واحد مثل هذا ما يمكنه الله يوفقه للهداية والتوبة فهذه قصة من القصص اللي تبين الآن استفدنا منها من خلال قصة يوسف أكيد نحن بنكمل لكن عندنا فاصل بعد الفاصل نكمل ياكم بالاستفادة من القصص حياكم الله من جديد ومرحبا وسهلا بكم وقبل الفاصل كنت أذكر النقطة الشهيرة أو الفكرة الشهيرة اللي طالعة وأغلب الناس اللي تمشي في درب الغلط بتقول لك يا الله مرة وحدة يا ريال وبعدين بتكون قوم بتكون واحد من الصالحين طيبة مثل ما قلنا أخوة يوسف وأنا أذكر حتى إحدى القصص لبعض الشباب يعني تخبرني الأم أن الولد توه يعني حتى ما وصل 19 سنة تقريبا أتعرف الأعلى شلة وبدأت الشلة هاي تكلم عن البيزات إنسان علقت حاله ما يشتغلوا كذا تعال واحد ياه واحد سيء قال تعال بيعطيك بضاعة هاي البضاعة روح ودها وهذه قصص واقعية ترى ما تكلم عن فراغ موجودة في المحاكم موجودة في القصص اللي نسمعها بضاعة روح ودها الإمارة الفلانية وعط فلان وبس وفلان بيعطيك ظرف يبننا إياه وبعد ذلك بنتقاسم الموضوع مو بعض الناس عندها حكمة ولا بعض الناس سبحان الله عندها استطاع أن تقول لا هذا مسكين وكان مفروض شو يسي في مثلها لا 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 شو فيه الظرف أسير أنا أخذ الظرف معينة أو أخذي صندوق أو أخذ لي كرتون معين أروح أو أدي إمارة معينة أو أعطي فلان مفروض الواحد يفكر بالطريقة لكن هذا سبحان الله ما فكر على حسب شخصيته على حسب وضعه وفعلا تم القبض عليه بكمين معين تم القبض عليه وعتبر وعتبرت القضية تجارة مخدرات إلى آخر وطبعا كلهم إن شاء الله هو ما كانوا ياهم هم كانت عندهم خبرة ودائما أصحاب الخبرة وأصحاب السوابق أو أصحاب المفاسد ما بيضحون بالناس الأساسية بيضحون دائما بمنون بالناس اللي على قدها توها أنظم لنا خلنا نودي وأغلب اليوم أغلب المنظمات المخربة نفس الطريقة تسوي تحصل لهذا المخرب يالس ريل على ريل في الطاولة ويحرك ويجند الشباب الصغار اللي ما عندهم خلفية ولا عندهم شي قال لك يا الله خلنا نضحي بهذه الصغار نفس الطريقة المخدرات نفس الشي خلنا نضحي بهذه الصغير وتم القبض عليه أنا آتي الآن هنا آتي أستفيد يا شاب أنت الآن تسمع أقولك تعال اليوم الدنيا تختلف يمكن قبل أوكي الناس للناس الدنيا تختلف أنا والله أذكر حتى أذكر مرة من المرات كنت في إحدى الدول في المطار فجاء شخص وقال لناس أيضا من دولة الإمارات كنا راجعين إلى دبي في دولة معينة فسمعت يا أول شي عند واحد ورفض يا بعدين عند واحد ثاني قال لي يا أخوي أنا عندي كرتون معين وما عندي مكان في كذا أباك أنت تحطه باسمك وأنا أكلم قلت له أنا أنصحك لا توافق مع أن قلبك يعورك أنك أنت متوافق ليش قلبك يعورك لأن يا جماعة اليوم الأصل أن الإنسان للإنسان والناس للناس صح؟ هذا الأصل والأصل أن الناس تتراحم فيما بينها وتتساعد فيما بينها لكن الآن في حذر يتطلب منك كرتون هذا شو عبارة؟ ما عرفه لو عرفه بتساعد معه شخص ما عرفه ولا يعرفني وقفني في المطار الله أعلم هذا موين جاء الله أعلم هذا موين دولته نازل ترانزيت مو بترانزيت ما يندرأ يأتي عندك فجأة يقولك أنا عندي كرتون أباك أنت تحطه باسمك لا هذا مو باسمي عفوا أنا ممكن أساعدك في شيء ثاني ممكن أساعدك في فلوس أنه أنت الطيران قال لك لا العفش ما يكفي ادفع زيادة 1500 ممكن تساعد لكن آخذ كرتون مو باسمي أنا أخلي باسمي الله أعلم شو بيكون فيه مثال أنا أعطي مثال نفس الطريقة يأتيك واحد أنت كموظف الآن موظف مثلا فيه جهة معنية بتفتيش الأمتعة يأتيك واحد يقولك يا أخي أنا أعرفك هذا ربيعي مشه مشه أنت واثق في ربيعك برع بس هذه أمانة صح بتقول لا لأن الحذر يتطلب في مثل هذه المواقف هذا الشاب يوقع لولا شل هذه البضاعة ودها إمارة فلانية وهذاك بيعطيك ظرف سبحان الله طلعت المسألة كلها عبارة عن مخدلات أستفيد؟ نعم أستفيد أتعلم؟ نعم أتعلم تأتي أنت يا شاب تسمع قصة من قصص ربعك أحيانا أنا مثلا تأتي إلي حالات متكررة تأتي إليك بنت مثلا معينة تقولك أخي أحمد أنا أبغي أتزوج وأهلي رافضين ليش رافضين؟ والله رافضين لأن الشخص هذا مبمن أصولنا أو شخص جنسيته مختلفة أو 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 أهلي رافضين وأنا بصارحك أخوي أحمد أنا حبيت الرياء أنا مم متعودة أنا متعودة في البيت أكون بروحي أخواني ما يسلون عني وأهلي ما يسلون عني أبغي ريال في حياتي وصراحة أنا حبيت هذا الإنسان ومع أنه فيه هناك عوامل واضحة ومعطيات واضحة أن المسألة فيها رائحة ما أقول رائحة بل المسألة فيها معطيات تبين أنه ياي لاستغلال معين مو بالكل ما أعمم فيه ناس زوجة ونجحة والحمد لله بس في هاي الحالة يكون فيه استغلال فهي تقول أنا حبيتها فنقولها سالفة أنا حبيتها وسالفة العاطفة خليها على صوب تجارب الحياة شو تعلمنا القضايا اللي تمر عينا في المحاكم شو علمتنا اليوم علمتني أنا وعلمت فلان وعلمت فلان وعلمت فلان نعم ما نعمم لكن كثرة القضايا وكثرة تكرارها تعطيني علامة اتخليني أوجه الناس ويقولهم لا 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 توافقين أو أقول لا يا فلان لا توافق انتبه من هذا الزواج هذا الزواج يحس زواج مصلحة انتبه منه انتبه من هذا الزواج انتبه من كذا انت بوين تعلمت النقطة هاي ما تدخل في قلوب الناس وما تقدر تعرف الحرامي من عينه مبكي الإنسان عنده هذه الملكة أحيانا يأتيك هذا الحرام يأتيك هذا المستغل يأتيك بصورة مطوع مثلا أو يأتيك بصورة أن واحد ما شاء الله يتكلم في الأمانة وإذا تكلم تقول واو ما في أحسن منه أعطي لحن القول سلوب عنده وكلام وفصاحة ومنطق مني يلفك إذا تكلم لفك لف خلاك على طول تقول لا أنا موافق أو خلاها على طول توافق لكن مع الأيام نشوف أنه إنسان استغلالي أنا كيف أعرف الأمور هذه كيف أستفيد أستفيد من تجارب الحياة إنسان صرق يوم الأيام خلاص صرق باستفيد أيضا من تجارب الحياة أن هذا الإنسان صرقني وما بكرر هذا الأمر اللي يخلى هذا الشخص يصرقني لأن المؤمن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا يلدغوا من جحري مرتين مرتين ما يلدغ مرة واحدة قصوا عليك ما في مشكلة ويا من خدعنا في مواقع التواصل الاجتماعي يتخلك واحد مثلا يقول لك أنا أبيع سوع أنا أبيع مدرشه وأنت تروح تشتري منه ورحت فيها وكم من وحدا صرقت نفس الشيء يتصل فيها واحد من رقم موبايل يقولها السلام عليك وياك الجهة الفلانية طرشي لي رقم الهوية ولا طرشيه الهوية ربحتي معانا مليون درهم وعطتها رقم الهوية وصرقها ولا أعطتها رقم بالحساب وصرقها أتعلم أعلم الناس معنا غلط معنا مفروض اليوم المنطق ما في حد يوزع فلوس مني والدرب ما شفت ولا شفت يوم الأيام إنسان يداوم في الهوية يتصل من رقم موبايل يقول له السلام عليكم وياك محمد من الهوية محمد من شو تبغي ما تصل بي من رقم موبايل صح؟ مفروض يكون فيه منطق يكون فيه عقل يكون فيه تفكير لكن البعض من الناس مساكين أحيانا يفتقدون هذا الشيء نظرا لطبيعتهم لشخصياتهم لكن بعدنا نقول غلطنا نتعلم إحدى القضايا أيضا عندي حالة واقعية حالة زوجين يا جماعة المرأة هذه تعرفت على صديقة واشتكت لها قالت لها أنا عندي مشاكل مع ريلي وريلي عنده مدرشو وريلي 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 بيعرس علي الحين عنده علاقة بوحدة بيعرس علي فياتي قالت لها بعرفك على واحد هذا الواحد بيساعدك لنساعدني طيب من هو هذا اللي بيساعد شو السالفة؟ قالت لها طرشيلة على استقرام كان الموضوع طرشيلة على استقرام وخبري قصتش هو بيساعدك وهو بعيد هو من دولة ثانية بيساعدك سبحان الله هذا الوقت ما فكره تعرفون الإنسان أحيانا عجول الغاية تبرى الوسيلة روح أهم شنه أخلص ما أفكر زين هذا منه شو يبغي منه هذا ما شاء الله اللي يعالج ويحل مشكله وهو بعيد الله أعلم منه هذا ما نعرف عنه شيء المهم طلع الشخص هذا مش عوذ عطيني مدرجو عطيني اسم أمك وأنا أنت تعرفين أنا شو أشتغل أنا إنسان ويدينيون عندي وأنا أساعد أن الزوج يخليه حبك وخليه ما يشوف اللي غيرك وصدقت بنت الناس وقالت واو هذا هو اللي بيفكني منه سبحان الله شوفه كيف أحيانا قلت العقل تواصلت مع المشعبذ هذا ومن دولة معينة وقامت اضطرش له بيزات وقامت وقامت ليه ما الزوج اكتشف اكتشف هذا الشيء الزوج اكتشف عن طريق ما ديشو التلفون أو مواقع التواصل وغيره فيا فتح ملف أنا أبغي أطلق الحرماهي ليش والله الحرماهي تتعامل مع مش عوذ تبغي الضرني تبغي السويلي السحر وتبغي تعالى الحين طلعي مين يسار يا بالحلال لا ما قصدت خدعها الشيطان غلطانة ونصب عد غلطانة والحل فشوفوا مواقف مثلها الحمد لله نيت على هاي في بنات مساكين تعرضون لأشياء ثانية أو حتى شواب يتعرضون لأشياء ثانية استغلال وغيره طيب كيف انخدعنا انخدعنا لأن مفروض أن ما دخلنا العقل دخلنا فقط العاطفة العاطفة إذا سادت على العقل سلم على القرار سلم على القرار فهذه قصة نحن نسمعها وننشرها نقولهم يا جماعة تعالو ترى هذين المشعوذين يتكاثرون في مواقع التواصل ليش يتكاثرون لأنه انتوا عطيتوهم سالفة انتوا سويتولهم قدر مع أنه ما يستحقون القدر هذا هذا السبب خليتوهم يتكاثرون لو انت سكرت عليه من الأساس خلاص هذا صاحب الشركات الوهمية اللي اتصل بك يقولك ربحت معنا ربحت معنا لو انت بلغت عليه وسكرت عليه التلفون على طول ما بيتصل بك مرة ثانية وبتحمي نفسك وبتحمي أيضا بتحمي غيرك فمن أجل هذا المنطلق انت أيضا صمام أمان لأمن المجتمع وما تخلي أمثال هؤلاء يتكاثرون مين تعلمناها؟ تعلمناها من القصص والاستفادة لكن ما نعمم شو يعني ما نعمم؟ يعني أستفيد منها وما أخلي حياتي توقف شفتو؟ أستفيد منها وما أخلي حياتي توقف لأن إذا وكفت حياتي أنا أهنيه ما أكون استفت من القصة هاي وهذه حالات كثيرة زوج يوم الأيام تغير هذا الرجل عايشين سبع سنوات أمورهم طيبة في السنة الأخيرة قام الرجل فجأة يطلع من دوامة بطريقة معينة ويدخل على الحرمة يدخل على زوج تفجأ تعالي حاطيني تلفونك يفتش الدرائش ما أدري شو بلاك؟ أثاري هذا الشخص تعرف له على شلة وفي المجالس كل يتكلمون عن خيانة خيانة تعرفت على وحدة مع عرسة وطلعت معها وحدة مع عرسة موجود صح؟ هذا عقلة يعني قليل فعلى طول راح اتهم بنت الناس اللي هي اللي هي زوجته فنقول له يا بالحلال أنت لو تبغي تستفيد يا أخي غير البيئة لو أنت بالطريقة هي غير بيئتك العوق مش في زوجتك العوق في بيئتك أنت غيرها مخك بيصفى مخك أنت الآن صار مشوش لأنك أنت يهالس مع هاي البيئة غير هذه البيئة مخك بينظف الشيء الثاني يا أخي أي قصة سمعتها ما بأعممها على من هم حوالي ما بأسقطها عليهم بتعلم منها نعم بتعلم أني أنا أكون حذر على أهلي على نفسي على عيالي لكن ما أروح أحكم على الآخرين لأن والله ربعي هذه حياتهم يعني كل الحرين بالطريقة هاي هذا لا شك أنه ممنطق ولا عقل ولا حكمة ولا غيرها تمام فإذن هذا اللي نحن نبغي نركز عليه لأننا ما تكلمنا عن هذه الأمور إلا بناء على أخطاء واقعية نشوفها بكثرة في حياتنا اليومية عندنا فاصل وبعد الفاصل نكمل ياكم حياكم الله من جديد ومرحبا وسهلا بكم في هذا البرنامج ونذكركم اللي حاب أنه يرسل سؤال أو عنده استشارة تتعلق بفكرة برنامجنا الاجتماعي الأسري عندكم رقم الواتساب بيظهر على الشاشة طوال الحلقة وحياكم الله جميعا فكرتي سواء في البرنامج ككل أو حتى في الحلقات أننا نحن نستفيد بقدر المستطاع من ما يقال من جانب واقعي لأنه هي المسألة كلها تتعلق في كثير من الأحيان أغلاط ممكن نقع فيها كلنا لازم نتفق على شيء يا جماعة أحيانا وقوعك في غلط مم معنى أنت سيئ أو معنى أنت سيئة أباكم تفهمون النقطة هاي لأن أنا مو بيأحكم على نفسي ولا أحكم على الناس الله سبحانه وتعالى من خلال حتى قصص القرآن علمنا أن العبرة بالإنسان في يومه الآن مو بقبل سحرة فرعون كانوا يقولون بعزة فرعون صح؟ بعد ذلك فجأة قالوا آمنا برب العالمين فالله سبحانه وتعالى ما يحاسب الإنسان على ماضي ويحكم عليه على ماضي فقد أنت تكون صاحب أغلاط في الدنيا هاي لكنك تبت لكنك تغيرت لكنك تعلمت أنا ما أقدر أعاملك أنت شو كنت قبل أنا أعاملك أنت اليوم أنت كيف وضعك اليوم من أنت اليوم بالطريقة هاي فأنا أرجو أن الناس اليوم ما تحكم على نفسها أن هي سيئة ممكن أنت تغلطين المشاهدة الكريمة يمكن أنا أغلط يوم الأيام ممكن حد يخدعني يوم الأيام لكن في فرق بين أقول الدنيا ظالمة والناس أهل شر والناس مبزينين وشو هاي الدنيا وأبدأ كلها الذمر وفي فرق بين أقول ما علي يا أحمد درس وتعلمته درس وتعلمته ما علي يا أحمد درس واستفدت منه درس علمك أكثر طبيعة البشر اللي حواليك طبيعة الناس اللي حواليك وايد عندنا من الحالات اللي المرأة تتزوج ولا الرجل يتزوج تحصلها يعاني أحيانا من عقدة نفسية في شيء معين وتقول له ليش يقولك لأن أذكر الماضي ليش يا فلانة أنت بالطريقة هاي وتقول أنا بعدني عايشة على الموقف اللي صار لي يوم كنت صغيرة هذه كلها في الحقيقة نحن ما نختلف أن التأثير موجود بس خطأ ولعبة شيطانية هذه على الإنسان أنت مريت بموقف صعب هل أنا أقدر أغيره هل أنت تقدر اليوم ترجع يومك الماضي وتغير ما تقدر هي مجرد أمنيات فقط أمنيات لكنها ما تعود لكنها مستحيلة الماضي ما يعود لكن شو بتقول بتقول أنا تعلمت من موقف مثل هذا واستفدت منه وبيكون درس لي وحتى درس لعيالي مستقبلا بفهم عيالي لذلك دائما نقول التربية هاليوم إذا أنت ما استفدت من ماضيك ما بتكلم تربي عيالك أنت شو كنت قبل يوم كنت صغير كيف أهلك ربوك وكيف ما تبغي الأمر يتكرر على عيالك صح؟ مبواحديني يقع في نفس الخطأ هو يدعي الآن أنه أبوه ظلمه تظلم عيالك ليش؟ إذا ما استفدت هي تدعي أن أمها ظلمتها تظلمين عيالك ليش؟ هي تدعي أن أمها كانت عصبية وأمها ما تسمع لها كلا أمها تضربها إذا ليش أنت عصبية؟ ليش نحن ندعي أن نحن عشنا في بيئة تعبتنا ونحن نكرر نفس البيئة إذا ما استفدت فهذا أنا هدفي اليوم في هذه الفكرة أني أواجه ظروف الحياة لكن إذا أنت غلط ما علي ودائما بشكل مكرر يأتيك أحيانا الرجل مثلا يكلمك هو منزل رأسه شو بلاك؟ يقول أنا عارف أن اختياري كان غلط أنا عارف أو قراري كان غلط وأعرف أن أنت بتلومني أو فلان بيلومي بيقول لي أنت غلطان أنا عارف بس أني أبغي حل أكبر خطأ في مجال الإصلاح إصلاح الفرد أو إصلاح الغير أو مثلا حتى الاستشارات سواء نفسية كانت أو اجتماعية أو أسرية شو ما كانت؟ أكبر خطأ أنك أنت تلوم إنسان على ماضيه يعني أنك واحد يشتكي يشتكي أنه مظلوم أو يشتكي أنه يعاني تقول له والله كيفك؟ أنت جنيت عن نفسك أنا ما لي دخل لا أنت كمتخصص مفروض ما تقول هذا هذا يقول له واحد برع لكن أنت متخصص ما تقول كلام مثلا لأنك أنت جالس تجرحه مرتين هو يجألك هي لجأت لك أنت يعني تقول لك أنا غلط في حياتي سويت واحد اثنين ثلاث أربع ندمانة أبغي حل حتى لو ما في حل أبغي مفتاح يشجعني يخليني أتحول إلى شخص متفائل أنا بس أبهى المفتاح تقدر؟ أنت تقول له لا والله من هو قال لك؟ والله من هو قال لك أنت تسوينا هذا الشيء؟ يا الله تحملي على نفسي هاجه أنا تبراقشه خلص بما كسبت يدك بما كسبت يدك وأنت رايح وهذا غلط فنحن اليوم قصدنا أن لا نستفيد من بعضنا البعض ونتعلم من تجارب الحياة ولذلك دائما اسأل نفسك ليش الله أكثر من ذكر القصص؟ قال وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ليش نحن قصصنا عليك من أنباء الرسل يا محمد ليش؟ عشان نثبت القلب هذا ابن كثير رحمه الله في التفسير هو في مقدمة تفسيرة قال لماذا ذكرت القصص في القرآن؟ وبدأ يقول واحد اثنين ثلاث قال من باب التسلية شو يعني تسلية مبضحك؟ لا مبضحك تسلية تسلية القلوب إذا أنت تدعي أنك أنت مبتلى وأنت تعبان وأنت مريض وأنت عندك مشاكل وعندك مدرشو اقرأ القرآن وقرأ قصص الأنبياء شو صار فيهم قصص الأنبياء بس كيف لما صبروا؟ موسى خرج من قومه خائف فخرج منها خائفا يترقب راح إلى منطقة أخرى راح إلى مكان آخر راح فجأة وهو واقف ما يعرف الناس حصل امرأتين حصل بنتين يبغون أنهم يسقون على المكان مكان السيقاء هذا عشان أبوهم كبير في السن أبروحهم ساعدهم سبحان الله شوفوا كيف الأسباب الله إذا أراد أن يهيئ لإنسان خيرا هيئ له الأسباب وفق الأسباب ما يدري حصل ثنتين ياهو طالع وخايف يترقب لكن شوفوا كيف أثر العمل الطيب ساعدهم قوي شاب عندنا أخوة طلب من البنتين اتنحوا وقالهم أنا بساعدكم سبحان الله العمل الخير ينتشر حتى لو أنت ما طلبته مبلازم ترائد وانا سويت فراحوا على طول وقالوا حق أبوهم قالوا وجدنا واحد واثنين وثلاث فعلى طول جاءته إحداؤهما تمشي على استحياء على طول ردت عنده قالت لأن أبي أدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا أبوي يبغي جازيك على اللي أنت سويته هل هو كان يبغي الجزاء لا طيب هل هو كان محتاج نعم كان محتاج لأنه راح على طول تحت الشجرة راح ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يا الله أنا فقير ما عندي شيء يا الله أنا فقير أحتاج إلى رحمتك أحتاج إلى عفوك أنا طالع شعرد من قومي قومي يبغي يقتلوني ما كانت فجاءته هاي قالت تعالوا أبوي باك قص عليه القصص قال ليش أنا طلعت من عند قومي قال لا تخاف شوفوا طمن بكلمة لا تخاف خلاص قال لا تخاف ومكنه وقال لا أنا أني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجاج تغير حالة ولا ما تغير تغير حالة هذا شو معنى معنى شو ما ضاقت ما تدري من أين يأتيك الفرج سبحان الله ما يدري ما تدري أنت يا إنسان عليك أنك أنت تمشي وعليك أنك أنت تبادر وعليك أنك أنت تكون مخلص لربك وعلى الله سبحانه وتعالى ما يضيع الإنسان صاحب النية الحسنة ولا يضيع الإنسان المخلص صاحبة تتعب في الدنيا الدنيا كلها عبارة عن تحديات عبارة عن تعب عبارة عن صبر فاستفد إذن من تجارب الآخرين ولا تخلي الناس تستفيد منك أنت فقط أنت استفد أيضا من تجارب الآخرين وهم يستفيدون منك وبالطريقة هاي ينضج عقل الإنسان في دنيا عندنا فاصل وبعد الفاصل بنقرأ إياكم إن شاء الله الأسئلة وبنجاوب عليها حياكم الله من جديد ومرحبا وسهلا بكم وصلنا معاكم في وقت قراءة الأسئلة وبعدني أذكر أننا نحن في كل حلقة نقرأ وياكم الأسئلة اللي تصل عبر رقم الواتساب اللي يظهر طوال الحلقة على الشاشة مرحبا بالجميع وإن شاء الله مثل ما قلت الأجوبة أيضا تكون سديدة في جوانبنا أرجع أقول الاجتماعية الأسرية أما قضايا أو أسئلة الفتاوى هناك برامج أخرى الحمد لله تقدمها أيضا مؤسسة دبيل الإعلام ممكن أن أنتوا تستفيدون من تلك البرامج المتعلقة بالفتاوى الدينية أني تقول السلام عليكم أستاذ أحمد شكرا جزيلا لها البرنامج أنا صار للعكس أنا تقول عمري 23 سنة كل ما يتقدم لي شاب أمي تتردد ويتخايفة بسبب أن أختي الكبيرة متزوجة وعندها وايد 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 مشاكل مع زوجها هاي بعد من الأمور اللي مساكين يعني لأهالي يلا يعينهم اليوم الأب أو الأم يفرحون بزواج البنت من أجل أنه خلاص بنتنا الزوجة تستقرت فسبح الله يوم بنتهم باستمرار أتيهم البيت مشاكل وكذا تصير مثل العقدة مثل ما قلنا فهي الأختي الآن تقول أنا عمري 23 سنة كل ما حدي تقدم لي أمي تتردد وتخاف وتخوفني وما باش تكونين مثل الأختي الكبيرة شو فيك شو صار لها إذا شو الحل أذكر والله إحدى المرة حتى نفس الشي الخوات تقول لي أمي يوم أقولها متى زي بتزوج تقول معنا بتزوجين في الجنة إن شاء الله ما في الدنيا لا تزوجين ليش تقول لها عشان ما تنظلمين وهذا الكلام بعد أقول بعد مبصح تجربة الأخت لا شك أنها تأثر بس خلونا نتعلم اللي قلناه اليوم في الحلقة قلنا التجارب السيئة اللي أنا أشوفها أمامي أتعلم منها لكن ما توقفني وفيه فرق كبير أتعلم منها بس ما توقفني لأن الزواج ما نقدر اليوم نوقفه عشان والله فيه مشاكل تعالي أنت حسبي وخلي الوالدة أيضا تحسب كم نسبة المززوجين وكم نسبة اللي عندهم طلاق كم أنا أعطيكم مثال إذا نحن اليوم في المحاكم على سبيل المثال أعطيكم نسبة تقريبية من محاكم دبي إذا نسبة الزواج سنويا تصل إلى ستة الاف ونسبة الطلاق تسعمية ألف إذن يا تسعمية يا ألف ألف وخمسين طيب لما تتكلم أنت وين الخمسة الاف بالزوجين وحتى أصلا الخمسة الاف زيد على الخمسة الاف على خمسة الاف كل سنة كم نسبة من الزوجين عندك أنت لما تروح الآن الفنادق لما تروح أماكن الترفيه كم نسبة الرجل اللي يمشي مع زوجته وعيالهم حواليهم كم كثير صحبا لا فإذا ليش أنا أتقيد فقط على حال حالتين ثلاث أربع بالعكس نستفيد هني شو نقول أول سؤال نقول ليش أنا أقول ما أبغي أتزوج أو ما أبغي بنتي تتزوج نقول ما هو الخطأ الذي قد نكون ارتكبناه من زواج بنتنا لهذا الشخص والحين بنستفيد وما بنخلي بنتنا الثانية تتأثر فيه هل كنا أننا نحن ما حطينا شروط من البداية ممكن ممكن طيب هل لأننا نحن ما سألنا وايد عن هذا الشخص ممكن هل لأن نحن خذتنا العاطفة ممكن إذن أنا أنظر لهذه الأسباب وأتعلم منها فدائما قبل ما أقول هذه نصيحة قبل ما أقول لا وأوقف الخير على على الإنسان لازم أفكر شو هي المعطيات خلونا نترك هذا السؤال في العمل في الوظائف مرات تكون الناس مستفيدة من خدمة معينة وفيها تسهيل على الناس فجأة بعد شهر بعد سنة الخدمة وقفت إيقاف في الخدمة هذه مطلقا ليش والله والله لأن نحن وقفنا لأن في واحد من المتعاملين استغل ثغرة معينة في هذا النظام عشان شين نحن وقفناه فرجعنا إلى النظام التقليدي اللي فيه تصعيب على الناس هل هي حكمة ما تقدر تقول حكمة ليش لأنك أنت عشان موقف واحد غيرت نظام يستفيد منه الآلاف من الناس شو قادر تسوي قادر أنك تخليه واتطوره مبتلغيه نفس الطريقة نحن مشكلتنا عاطفيين مشكلة وحدة شفناها حكمنا عممنا خلاص ما بتعامل مع أي امرأة ولا بتعامل مع أي رجل ولا بتزوج هذا غلط مبصح تمام هذا بس اللي حبيت أني أنبع لكن أمك الله يعطيها الصحة والعافية مبرافضة لكن خايفة وفي فرق بين أم ترفض وأم تخاف ما في أم تبغي تحرم بنتها من سعادتها أقنعيها طمنيها ريحي بالها علميها مثل هذه القصص عندي ربيعة ما شاء الله أمي عرست ما شاء الله مرتاحة وكيحي ريلها مدرجو حتى قلتش ما علي أعطيهم سنة حين بيضاربون قلهم ما علي كأكي كملت سنة أربيعة الثانية كملت سنتين أبدأ أقنعي الأم لكن بطريقة بطريقة صحيحة يقول هنا السلام عليكم أستاذ أحمد هل توجد نفقة معينة أو مبلغ معين للزوجة في القانون هنا أيضا نتكلم في مسألة النفقة الزوجية النفقة الزوجية مالها لا شرعا ولا قانونا رقم معين ليش لأنها كل حالة تختلف عن الحالة الثانية نحن دائما نقول يا جماعة في النفقات عشان ما تصير بينكم مشاكل أنت أنفق على قدك وأنت عليك أن تكونين راضية قنوعة لا تقارنين لا تقولين رأي الأختي اشترالها رج بمناسبة ما أدري شو ما أدري أي شي رأي الله الله يعلم ما عنده شيء مسكين لو فتشنا ألف ما عنده زيادة فهني ما يستوين قارن أنت من الزوجة فلان أم الزوجة فلان الثاني فالمقارنة خطأ فنقول العبرة شرعا والعبرة قانونا لينفق ذو ساعة من ساعته أي إنسان اليوم يبغي ينفق لازم ينفق أول شيء على قد لأنك لو كلفته فوق طاقته شو بيصير بينسجن وما أحد ما يستفيد تمام فإذن ما يوجد رقم معين فيه هناك دليل استرشادي فيه على سبيل المثال فيه إمارة دبي عندنا مثلا فيه دليل الإجراءات التنظيمية لمسائل الأحوال الشخصية رقم ثلاثة لسنة 2021 هذا الدليل نظم جدول استرشادي بالنسبة للنفقات فقال لك أشياء تقريبية قال لك مثلا اللي راتبة خمسين ألف يصفهم راتبة خمسين ألف يدفع مثلا النفقة الزوجية قدرها كذا يدفع نفقة لكل ولد قدرها كذا يدفع وجرة مسكن قدرها كذا هذا الجدول هل هو إلزامي؟ استرشادي يسترشد به القضاء لكن ما في شيء اسمه رقم معين أهم شيء نحن عدنا دائما في النفقات انفق على زوجتك بما قدرك الله عليه وبما أكرمك الله وبما رزقك الله وأنت عليك تكونين قنوعة شرطان إن توفر حلينا أي مشكلة تتعلق بالنفقة الزوجية في علاقتنا الشرط الأول صدق البذل من الزوج واحد أنه يبذل يكون صادق في البذل وعلى قده والشرط الثاني القناعة التامة من الزوجة توفر الشرطان يبلي أي مشكلة متعلقة بالنفقة بتنحل لكن شرط واحد اختل يسلم لي على أبواب النفقات أنت ما تدفع يقولها وين أي يبلش أسرق تقوله الصرف أنت ريال يلا وتعال ومحاكم وقضايا ليش؟ لأنه هو ما عنده وهي تلزمها أو العكس هي قنوعة لكن ما يبغي يدفع كله يقول ما عندي أنت موظفة ويقوم يدفعها كل شي طلعوا ياها المطعم أنت يدفعي طلعوا ما دلشو الجمعية أنت يدفعي بخل على ما تعرفش السالف لا شك أن هذا غلط فاختل الركن تمام؟ أو ييك واحد أحيانا يقولها تعالي باب السؤال يعني خلال نضحك ياكم شوي يقولها قلتش مثلا فاطمة يدلعها فاطم أنت ما تحبيني فتقوله كيف ما أحبك لا أنت ما تحبيني كيف؟ لا أنت ما تحبيني إذا أنت ما شتريتيني سيارة من الوكالة خلاص أنا من حق يعرس عليك فهذا غلط تمام؟ هذا نحن ما نباه فأتمنى وأرجو من كل زوج خلك واعي لأنك لو أنت قصرت في باب النفقة أنت قصرت في حق قصرت في فطرة سيطبيعي بتزيد المشاكل ولو أنت كلفت زوجك فوق طاقته وأشغلتي بالنفقات وتعبتي شي طبيعي بتسيوم شاكل لأنه مفروض أن الإنسان لا يكلف فوق طاقته ولو كلف فوق طاقته هذا ظلم والظلم يجوز تمام؟ اتفقنا؟ اتفقنا نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة وصلنا معكم للختام تقبلوا تحياتي أنا أحمد عبد الكريم وتحيات فريق العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر